وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في مرآتك إلي أي نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله يعني تستحضر النية للإخلاص في قلبك الله عز وجل يعدك على الأجر حتى ما تجعله في في مرآتك الفي هو الفم حتى ما تجعله في في مرآتك يعني أنت ما قاسيك تغده ونت زيت واحد ضغيمة وبانت لك مليحة ها ذلك ضغيمة مزيان وقلت الزوجة دي قال لك أنا بسم الله ومديتها لها فمها نعم الله هي ماشي وخصاري كلها تستهلي ما أكثر منه كان عملها واتبتغي بذلك وجه الله تأخذ عليه الحسنة كين شي دين يعطيك هذه الله هي مكين بالله وخد معي هذه الحسنة في نسبة لآخرة طيب ماذا تربحوا في الدنيا خد معي الوليدات اللي قالسين في ذاك ضايرين بهذاك الطبق دي الطعام او لذاك الصحن دي الطعام وذاك الطويجين وتيشوفوا الأب ديالهم لا يستحي من أن يأخذ تلك اللقمة ويضعوها في عرفت 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 وصلنا وسالينا مرحبانا صافي حيث هذا قال لي صافي ساليت يعني حددت معا الوقت مش ما نعطلوش عليكم قال لي صافي سالة ساعة فخد معي هذه الوليدات اللي كيشوفوا هذه الخطاطة ديال المحبة داخل البيت كيف شغلت كل العلاقة ديالهم هما بعدها مع بعضياتهم وخد معي وحد اخر يسب أمهم أمامهم ويضربها أمامهم وينتقص منها أمامهم أي احترام سيكون عندهم للأم وللمرأة عموما وانظر إلينا في شوارعنا رهي لما اخدوش الوليدات المنظومة ديال المحبة داخل البيت رغي ياخدوها لك من تلفازة وغي ياخدوها من الانترنت وغي ياخدوها من الزنقة وشوف المنظومة ديال الحب في كل فازة وفي الانترنت وفي الزنقة كيف اجديرها بغي ياخدوها لدخل الفضل الموضوع لما نخرج وانا بغاية نخرج الموضوع ليس بالهزم والله لا ليس بهزم خطير جدا حيثرة ما الذي يترسخ في أذهان الأطفال أو أولادنا عموما أن الحب بحسب ما تقدمه لهم القناوات الفاسدة المفسدة وما يقدمه لهم الانترنت وما يقدمه لهم الشارع الذي أصلا تأثر بهذه الأمرين إلا أن الحب يكون خارج مؤسسة الزواج المسلسلات بدون استثناء والأفلام بدون استثناء انت حداشي واحد فيكم يجيب لي شيء مسلسل فيه من الحلقة الولاة الحلقة الأخرى داروا فيه جوجة الناس مزوجين وبقوا غادين محبين حتى سهل المسلسل أنا أنت سنكم مقتما بغيتوا يجيبوا لي هذا الحلقة نامس عليكم شو تفرجوا دبول العبد الرقالي إن الفخيسة لو تفرجوا باش يجيبوا لي هذا وإياكم أنا يرمن باب يرمن باب الإغراض في الكلام وخلاص وإلا لا أقول لي أحد سيبتفرج أنا يقول لي سيبتفرج نحن نجمعهم ونصدقوا خارجين على كل شيء اللي كيبينوا اليوم كيبينوا اليوم الناس كيتحبوا ومستعدين يضحيوا على بعضياتهم خارج مؤسسة الزواج بمجرد بتيت زوجه تطلقها هي مع ذاك اللي كان كيقرأ معها في الكل يو وتيطلقها مع ذاك اللي كان تخدمها معاها شي حال في الخدمة اللولى واسميته كذا وكيقول لك حقها أرى واللي ما عرفت واش نتبع قلبي ولا نتبع الواجب بحكول عباد الله وفي الأخير كيبين لك حقها أمها وقفات معها وقفة قوية بيتقول الله العادي منها وقفات معها باش ترجعات الحب اللول ديالها وكذا شري ما شش كدوزو الأدميغات الناس عباد الله في قوة رحم والديكم ذاك شي اللي كيدوزل لما غاتكم رأى أخطر مما تتصوروا يترسق في أدهان الشباب يترسق في أدهان الشباب اشنو أن الحب هو خارج مؤسسة الزواج دبا أقول لأقبح منه أن الوالدين ولو يتسترون على المصائب من اللي كهرب لي من اللي بيدعاء العبد مني تيشدوه تيشدوه في جانب الكبائر الزينة ومغاي سميهاش لي زينة كيش واحد يقول شو واحد يقول لأ العمد أنت لقى معاك لو صرف لفلان فيني باش نزنيو واش مستالي هذه العشية نخرج نجيبو دويرة فهم شي كيفاش تجي اللقطة وعنبقوا هنا بزنخاته آآ آآ آآآ آآ 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 آآآ آآ 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 رسكم ابنتي آآ بكم شو في هذا العجب هذا ربما كان شبلاتي هناك ستيت سنتون يلفو وآآ بنتي اللي يرضي عليك راك الرجالة resource راكي يجد لكم قبيلاء ركي للسان ديالوك يقتر الشهد وقد الله أعلم معنكم وين والمرأة تحكمها العاطفة بغينا ولا اكرهنا تحكمها العاطفة فيلقى الكلمة التي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي مع المرأة التي ينبغي معنين ما احبت خيتيها تشد شو بخيتي غا تشد الله يتجاوز عننا والله يتجاوز عننا والله يخلي حالتنا بسورة والله يخلي والله يجعل تحت استرد يلوشي حاجة اللي يرضى بها علينا اللهم أدم علينا سترك واجعل تحت الستر ما يرضيك وإلا بلا استرد ستر بيرا مش يدخلوا ناشا دخلوا لها الجامعة كورة جريتو عنا منضار بيضاقع مهم الله يخلي الحالة بسورة وسهل فابنتي الله يفتح ليك سهل المسألة يجيب دي يقول لك واحد جوج كلي مات قادة تشد ورقة واستيله وتقيد النمرة دي الوليد ديالك قول لي هانا نعمس عايط لي هدوز مرحبا إلا قال لك الله يرحم لك الوالدين بسم الله اخذ النمرة ومشا والتعصر إلى آخر عرفنا السيدة بالله بغضو قبل الدار لقال لك الله فابنتي دبرا عندنا ما كرأت شانا نشري لك إفريقيا كلها بمتين يتسكني فيها ولكن رأى ما عنديش كيفاش وكذا عرفي رعواني وتقلب على التحرمية الفكر دي أنا أخصيت وقلشي شوي أرحم والدك يقولنا إذا وقف للعبد يقف له في باب الشرك فإن لم يجبه بتمسكه بمعرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقية الشيء معرفة دي الاندغو صلط وقف له في باب البدعة فإن وقف له في باب البدعة تمسك بالسنة تمسكا صحيحا حقيقيا فإن فر من الشيطان من باب البدعة وقف له في باب الكبائر ويزينها ودبرا خدام هو الجنود يولو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ما يقول لك الشراب يالله مشون شرب الشراب ليحرم الله يقولك يالله مشون زاوى اللي لادي كل شيء الحسابي ها يالله مشون هبطو كاين شي شي لقطات جدا شي حاجة بقى ما دقواش الأخرين وخلاص ليقولك المشروبات الروحية للك يسألي معاك وجيبين واحدة مسكينة ممتالات باتشي دي العراء والرقص وشو يا راقصة مسكينة الله يعافي الجميع الله يعافي الجميع وجيب راقصة وقفينها في الصورة ضiale ARM وجيبين واحد track ومسكين باقي واحد ابدالب هاي شي دي العناف الصهارات الاخري وقللك الليالي الرمضانية كيف تقولوا الليالي الرمضاني علش ما عمركم ما قلتوا الليالي الشعبانية علش ما عمركم ما قلتوا الليالي المحرمية والليالي الصفرية علش ما قلتوا برمضان ورمضان أشهر من أشهر يعني من الأشهر أشهر ذي العبادة والإيمان بل هو أشهر من الأشهر العربية الإسلامية كان عند العرب قبل الإسلام لكن من يول لوكي أرخودي دخل في الحاضر المحضر العربية الإسلامية أشهر من أشهر العربية الإسلامية ليش ما تقولك مثلا إجاء رمضان هذا العام في شهر 5 قول مثلا ليالي ماي شغلك هداك لكنه التلبيس على الناس الاعتبار أن رمضان مدير للص هيض ومدير للنشاط ومدير الكادة في الأمور التي يلبسوا بها على الناس مثلا لقيتها ديلاً لمغربة رمضان من لك يقلسوا الناس يفطروا ايش كيدلهم في البرامج كيدلهم الضحك خالق قديد انشار ذلك موضوع بوحد كيدلهم الضحك هاي الكاميرا المزوية هكذا هكذا كيدلهم الضحك الشيء ماذا الذي يترسخ في أذهال الناس أن الصوم عبادة ثقيلة على القلب وكأن الله أراد أن يضخل الحزن علينا عياذاً بالله فنجعل لكم هذه يعني البرامج الترفيهية حتى ترفيها عنكم باش تكونوا مرتاحين إلى آخره فقناة خريرا داروا لها ويزارة قاع الله ييجي بالشفاء ما يجيش عندك ولدك أبو الحاج يقول لك الله حقا ارى طلقت ما وحد بنت وكادا ورأ قولي ياه واسميتو كان آخره قولي سولو واش نصرانيا واش يهوديا ومعادان يقول لي أوليديو وبنات المسلمين شكون يتزوج به ومن انتهم ممشيتوا قاع حضيتو كادا ورغبوه كادا بالتي يحسن لكن ما تفرجش عليه هذا ولك كتبقى المسألة التي تطرح ها هي السيدة نصرانية يهودية يعني كافرة يعني كافرة يعني ذاك الشي اللي تقوم به انت تعتقد انه شرك انا اعتقد انه شرك طيب غادي تطرح لي سؤال الى كانت ذاك السيدة غادي تدير وحد العمل مخالف فيه معصية بالنسبة للمرجعي الاسلامي لنا فيه معصية قال فقهاؤنا ينظروا في ذلك العمل هل هو مما كان محرما في ديننا وفي شريعتهم ايضا كالزنة هذا حرم في جميع الشرائع كالرباء محرم في جميع الشرائع كشرب الخمر محرم في جميع الشرائع شفاعدك الموبئات الكبار كلهم نلتقي فيهم مع جميع الشرائع التي سبقتنا لان مشكات الوحي ووحية ماذا يقول لك العامة اللهم مرة 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 ندخلوه ويطغل زمية نحطوه قرية عفضة قال لا 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 والماس مرحبا بيهم المناضاء مرحبا بيهم الماء المعديدي مرحبا بيهم المناضاء الحراء لا يجب وابحاد مسألة طيب إلا بغت السيدة مثلا تمشي نار الحد الكنيسة وانتا تعتقدوا ان هذا كفر وشرك هل للزوج ان يمنعها ام لا هذا محل خلاف بين اهل العين هذا محل خلاف بين اهل العين منهم من قال لا يمنعها لكنه لا يساعدها على ذلك مثلا ما يهزاش في الطموبيل ووصلها ويقول لا نغني يقلس في القهوة شوية على مساري وذكر القداس دي لكم ونجي نديك لا بغت تمشي تمشيها الرأس كي يقولون معداش كلوص لمصاريف في الطرنسفور هكذا كي تشد طاكسي في محل خلاف لا إلا بغت تبس شريت دك تتمزي النار يقول حبل اللاسي بغت تشري الفلوس عنده فلوس شغلابك لا تساعدها على ذلك ومنهم من قال بي منعها أما حتواش رديد دي هر هذه الكاميرا عندك وش رديد استرها والديك هل اخيره واشا نقول لك الوليد يا رك عارف سراني ايام من اسمالك في جانباتيش هي الصلاة بالنسبة للإنفجاد لما تحجب إلى آخرين لكن لماذا تخرج منها تزمقها بميني جيبة ما هل أنت لا يعني أنها تزمقها لماذا تقول أنها لبس الماي ومشي إلى البحار لماذا؟ حيث هذا سيقول أنت تقر المنكرة في أهلك وهذا لا يكون إلا لديوث والديوث معلوم حكمه في الإسلام واضحة إن شاء الله تعالى هذه اللقطة أمي انتي بنتي الله يرضى عليكم هذوك الرجالي اللي يدون لكم في المسلسلات أرى ما كان يشدين بالصح أرى داخل فيها الماكياج أقول رجالك يدروا الماكياج ولماذا تصحبك يوقفوا قدامت الفزعاء وكاد داخل فيها الماكياج هذا شيء للتجميل إلى آخرين كين واحد ووحدة خاصة تقدلي اسميت وتستيكي لي وكان شيء زغيبة نقصان وكان شيء لعبة تستيكيها لي تقدلي إلى آخرين بحالي لن يدون مسلسلات بس علي قولها تفهمنا؟ مشاء العقاد الله رحمه ولا يدروا المسلسلات فيهم فيهم حالي فكين الناس ديلا ماكياج وانش ديلا تجميل وكادا كينين وحدين خاصين بهم فيما يتعلق باللبس كينين نصحب الإضاءة أنه نتم بعد الأدان إن شاء الله وتعلم نتم بعد الأدان فقلنا بالنسبة لهذا المسلسلات فكان قولوا للنسار الضلبة نحنا جئين متخلش نحنا جئين دوء على الرجال فقلوا للنسار الضلبة نرى هذا الرجل اللي تيجيبوه أول حاجة يتم اختياره من بين مئات الرجال حتى يستجيب لمعايير معينة حط لهم هذي الجمال وذي كذا والصوت بالإضافة قضية مختص في التجميل كي قدل شغلي والمساحيق وكذا مختص فاتش ديلا الإضاءة باش كي يبينو جهوه في أحسن الأحوال على ماكي المختص فاتش ديلا عبش الآلات اللي كي يصور بها مثلا كاميرا مثلا كاتكا ولا ويتكا ولا كذا ما تصورش لك في حال مثلا تليفون كي يصور وحد مئتين وثمانين ولا مئة وثمانين وعشرين تفهمنا؟ هذي كله باش كي يحطوه لك في حال الحلة هو من اللي كي يجي مثلا يالله تيقلش شي شوية كي يقول جوجه كليمات كي يصوروه وحدة خمستاش عشرين تانية بعد كي يقول لهم ديك حباس باللاتي راب حالي بدك يبينعي العرق يجي لأخر كي يشف لي شوية كي تجيو فرق يضرب لي لأخر يقادليه كذا باش كي يكملوه كذا يعني هو في كل لحظة فاديك المسلسل لانتي كتصحبية راكي يجدر عنده واحد عشرين تانية وكي يقطع باش ميبينش لكذا ويبين كذا ويبين كذا فكي يوجدوه لكما على أحسن ما يمكنه أن يكون فللحلقة اللولة على الحلقة التانية على الحلقة التالية على الحلقة الرابعة وانا قوشت لمسلسلات دي الثلاثين حلقة اللي دوزناه مش حال هذه الخرد السبعينات المسلسل فيه ثلاثين حلقة كي يجيبوها بالزز وذيك ثلاثين حلقة كي يدلك حلقة في السيمانة دفره ربعت المسلسلات في النهار وكل مسلسل مدى البصر كنيس بعمية وتمانين حلقة الف ومائتين حلقة المسلسل اللي كيشرفوا فيه الممتلين ها خمس سنين ها ثمان سنين ها تسع سنين واذاك الشرا ينكتون وكتن في القلب النار اللول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس امتا تبقى السيدة راضية على ذاك الزوج انا بقي ما دخلتش معك المضمون دي المسلسلات مضمونة لمسلسلات هذا كهدم في بناء الاسلام يعني بالبلعل لا لي لا ما ندخل على القادية دي صارت المسلسلات تدافع عن السفاح وتدافع عن الزنا وتدافع عن العلاقات غير الشرعية انت حدى الناس يجيبوا لي مسلسل واحد فيه جوش الناس مزوجين وبقاوم زيانين مزوجين من بداية المسلسل الى اخره اما كيكونوا عزكم الله كيكونوا كيتحبوا عزكم الله فعلاقة غير الشرعية ومجرد ما كيتزوجوا كذل الخيانة وبدأوا المشاكين كل ما جوج من هنا اللي اعطيه اللي اضربين اللي كادا تميته محامين محكامات لا احبط كتظن باللي ذاك شي كتظن انت باللي ذاك شي غذي بقزع ما غذي شي يأثر فيك اما لدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي رمان ديروش الدرج رمان صلوه العشرة الى اطناشة الليل فانتبهوا فانتبهوا الله يجاز لكم بخير انتبهنا الله يجاز لكم بخير اضرب ذاك شي لكل اللي قلتوا ضربوا فناقصوا واحد ودوزوا جي طر رجالة لا يغر انك كثرة الاسامي الشباب الشباب او الفيسبوك لا تغر انك الاسامي السحابة الماطرة البؤبو الفعال الشاب الوسيم فرولة الشتاء لا تغرر الخاوي هل تلقى يقرزوزو محراش وراء وراء التليفون طب اكي لا فرولة ولا مليبوي رايقين اشكالتك توقع لماذا؟ اشكالت على المستوى التصور مشكلة هذه بكي باش دوزة تشرح العباد اشكالت على المستوى التصور يعني صاحبونك يشوف مثلا ديك الساجدة العابدة حاطة اسمين تبحالك الساجدة العابدة يك وكانت تقلب على تصويرات ديالشي شابة اما موح الشابة ولا مونقابة المهم الحجاب عنده الحد لأدنى ديال الحجاب الشترعي ومصورة احدا وعاديك اصلا نرى ما شين يلبسها هذه كرة واخدها من شي اللهعلمين بلاد من تليش ترجيها من جوجل ايماج ومصورة في امتيني هزا تصبيح ومصحاف ووقف احدا الكعبة بل حاج موينتي فيق فيق هذه كرة هزا تصويرها هذه اللي قال سورة الهاتف هذه اللي بالصح هذه الحقيقية اللي قال سورة الهاتف الراها لا علاقة تالها بهذا شي اللي كتقول ارها تقدر تلقاها صلى ما كتصليها ديك الساجدة العابدة اما الحرام وتصوير النقام وذلك شين لا يوري راها ديك راها حطنت واتسن بالهنا نوس ايه تحطي تذكر فانت من لي كتتم غادي كتتم غادي بدك التصور اللي عندك انت عندك راها غادي تمشي وغادي تلقى ام الضرداء في جمال بنت كسرة انو شروان وعندها كادا وعندها كادا الاخرية فمن لي كنتمشي النهار الأول الثاني الثالث ما كيبقى لا الساجدة ولا العابدة ولا المحجبة ولا المنقبة ولا الكوفيتير ما كيبقى تعجبنا شي ما كيبقى كيبقى بدقوا القرطاس عاموا نص عامين وبين في المحكامة هي هزول دها وهو هزخناف رول السماء حقارة بغين تطلقوا اشنا حقارة متفاهمناش بشي متفاهمتوش دخلتوا عوجين الشريف دخلتين تانا عما سيدي بهذاك بدك الرغبة بدك الشهوة الكذابة اللي يغلب عليها التصور الخاطئ اللي سهم فيه ادمانوك على مواقع التواصل الاجتماعي وادمانوك على المسلسلات وادمانوك على الافلام وادمانوك على المسلسلات انا مدخلتش معاك المسائل اللي هي هابطة وخنيعة وصاقطة وفيها مصيدك حالا لان ما هدرتش معاك هذاش انا موضوع اخر انا دويت معاك غير على ذاك اللي كيبان على برة انهورا ما فيه شي اش كان اراك تبدأ باعجاب منورة الاعجاب كانوا لي احبك في الله منورة احبك في الله كانوا لي احبك الله وكانوا لي ودرالي صغار انا قطعوا الكابلية من هنا وانت خاصموا معاك كل شي وقرامت المشكيل ما عنديش ما كيناش شي حتى تتميتها احبك في الله ما بين الرجالة والعيالات جمع فمك وجمعي فمك ما كيش احبك في الله وديك الهضراء الاخيري ما يتقولي احبك في الله وقلها لاختك انت بغيت تقول احبك في الله عبرها مزيان وتتأكد منها رأى عند القوان ذاك اللول اللي جاني في ذاك سبعيام اللولة هو التوكي ولكنه ما تفقناش على هادشي انا بغيت هذيك اللولة اللي جاتني في ذاك سبعيام اللولة تتكتشف اشنو فين كاي المشكيل الخلل في مؤسسة الزواج ارى ما شيف الراجل وما شيف المرأة وانما في التصور اللي تيحمل الراجل على الزواج هو تنتي تخيل الزواج باللي راه المرأة اللي غايت جوج باع بحال ذاك صاحبه عشيره اللي كان كاريه وياه صاحبك ما كانت تخصم مش معاهم اللي كانت تكون كاريه انا كندوع لذاك العشير العشير كيف اللغة العربية الفصحة يعني ذاك اللي صاحبك الروح بالروح اللي تنقول تيقول لك اذاك الله عمرني الظهر ما عمرني ما رقيت معا مشكل وانهارك يكون مشكل ضغيك نسويه بديتي تتطبق على المرأة ديالك نفس الخصائص اللي كانت عند صاحبك اذاك سميته صاحبك وهديك سميتها مرتك مرتك مختلفة عليك اعلن عليك بدنا بقى يدي الليل والنهار من اللي غادي توعى باللي راه طريقة باش لما رأك تشوف الحياة راه مختلفة على الطريقة باش الراجل تيشوف الحياة غيبدو ينقصوا عندك المشاكين كتجي تشكي لصاحبك كتقول لنا يا صاحبين كل مجوش كتقول لك خصن بالدلوط طلامة مش تل الفلوس كان ولدهم من اللي قاتلك السيدة خصن بالدلوط طلامة لا تقول لك بالشرط حبل الفلوس دابة غانا بدلوط طلامة دابة هي غير عبرات على واحد الإحساس جاهل داخل انت في دماغك بغيتي تبدل الشراجم لان عندك واحد الشراجم تي تقرقب ويبرزتك في النعاس انت بغيتي تبدل الطموبيل حيث تصرف على أكثر ما تصرف على الدار انت بغيتي تبدل واحد البولة لان كل شوية كتتحرك وكتضرب راسل كتلقى الحسبب لكل سمال لانك تحط خمسة درام دي لبولة جديدة ولكن ما عندكش فلوس ولكن هاد المسائل الراجل عادة لمشاكيل ديالو ما تيجيش يعودها هذه التركيبة الراجل المراكبة مش كتفهمها كتفهم بلار الأمور كلها بخير والراجل رأى عنده فليساته وقرامت لمشكل ما كينش فهي مني كتقول عنده عنده الفليسات اجي نعبر لي على شي حاجة انا مزعجاني كتقول لي اجي نبدلوط طلامة هي مني كتقول لك نبدلوط طلامة طرح ما بغادش تبدلط طلامة تبديك اللحظة هي بغاد ديو تجيب معك في الهدرة هي بغاد تغير راجلها يدوي معها ويقول نرى القديم قص حفلانا ويقول لي اياه والله العظيم الله يسهل علينا وعليك وكذا هي بغاد ديو تجيب معك في الهدرة انت منك يكون عندكم مشكل اجتد دير تتسد على راسك ومنك يعطي صاحبك تقول بالله تخليتنا بعد بدلت سعب صفر الله يرضي عليك موعد العشية نشوية مهم ما كره تنجي نقلس معكم نبدلع شوية لجو ولكن شوية مشغول الراجل عادة منلي كيوقع عليه مشكل في حل ببوشة تيتكمش تيتخشى لداخل وتيسد عليه هادي التركيب هذا الراجل وانت لاحظها منلي كتكون جاي داخل عيان ومقلق وطال عليك الدم وخدام من آخر تدخل لبيت كيقول لك مولدك بابا هذا در ليه كتقول لي فاحسن لأحوال شو تتقول لي كتقول لي بدلت سعب وخرا الله يرضي عليك تسعب ينسمع تحاجة المرأة لا المرأة منلي كتتم جيد داخلها والمشاكيل والصداع والغوات في الزنقاء الاخرية منلي كتدخل كتقول لك ما بغان هضر معتها واحد كتبقوا فوفوفوفوفوف ما تشطرفها الدنيا هذه اللطيفة اش بغات بغت فضفض المرأة بغت هضر بغت خوي ما بغتكش تلقى لها حل للمشكيل ديالها خلافا للرجل الرجل منك يكون عندهم مشكيل ولا اجبد معاك الرجل المشكيل كن على يقين انه يبحث عن حل ما بغاش تكترط لهضراء ما بغاش ديك عبت اه والله يسهل عليك ما بغاش الهضراء يسمع من عندك هو بغى من عندك الى كينة امكانية حل المرأة منلي كتجبد معاك المشكيل ما تتقلبش على حل المرأة رأتلقى الحل ازمات الشرق الاوسط فقصمين ديال الماقنوية كتعجل الخبز تصوب لهم حل في البلاسة لو بغوا يسمعوهم لكن ما كيتصنتوش لهم المرأة منلي كتجبد معاك الاشكال بغا تودن تسمع ليها في ديك اللحظة فتصنت للمرأة شي شوية رحم والدك حتي لما تصنتيش لها انتار احنا مدون خلعوه فيكم شوية حتي لما تصنتيش لها انتار اعطى الله الودنين ديال الشياطين اللي مستعدين يتصنتو له الى تصنتين تلمرتك غتلقوا توافق والازمة غتبقى بيناتكم وما كينش مشكيل الى ما تصنتيش لها انتار واعتبرنا المرأة ديالك عفيفة وما غداشت مش يتقلب على رجل اخر لا في الواتساق ولا في الفيسبوك ولا في الخدمة اللي قدامها ولا في الفراشة ولا في شي حاجة مرأة عفيفة ولكن غتقلب على ودن اخرى هذي كل ودن اخرى اللي غتتصنت لها تقدر تكون بنت مع مرمت زوجة تصور ديالها على الزواج غد يعطيها حلول خاطئة تقدر تكون سيدة فيتم طلقها وعندها ازمة ولا عندها تصور على مؤسسة الزواج انها مؤسسة سوداء لا يرجى خيرها فبمجرد من تأيه لما رأي ديالك تمشي تشكي على هذيك السيدة تبدأ تعطيها حلول باش تحطها في نفس الوضعية ديالها باش تيتخرجها من مؤسسة الزواج وتقدر تطيح في واحد سيدة اللي بكل بساطة هزف قلبها الشر على الرجالة لانها ديما كتفكر بباها كيفاش كان كيدخل سكران وتيدووز عليهم الحرير والمرير او لكيفاش بباها كان كيقول لها دوزي تصلي واللي ما كتصليش تيجبد الكابل وكيبقى يزرق لها في الحماء فبالنسبة لها الرجالة شر مستطير الى مرتك مش هتتشكي عليها في نظرك شنين نوعية الحلول اللي غدا تعطيها فكيبدا يدخل هنا الشيطان كتولي مرتك سمعاوها وحدين اخرين اعطاوها مقترحة حلول كتجي تبدأ تطبق عليك انت انت ذاك شي ما تعجبكش الشيطان شنو خدامتي دير في هذه الحالة خدام قلستي زند فهذه العافية اللي شعلتها انت واضحة شوية القادية ان شاء الله وتعالى اذا اخذينا من هاد قوليسة هادي غير ذاك النقطة دي لتصنط لمرتك مسألة اخرى في التصنات نقول لك تصنط لمرتك ارى ما تعنيش انك شاد تاليكوموند وقتك تتفرج في الجزيرة وهي تدو وقتك تقول لديك اه 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 او اش هتديري بباكرا او كاكدي عشان ديرو لعباة او تأتي اكعرف السيدراء سود لي بدل هذا الموضوع عشق حاضية يجير هذا عاد مرضي والله بدلي بدلي نموه هذا مشيت صنات الشريف هذا تزيد الهم عن الغم هذا ينفر زوجتك منك من اللي اتجي عندك لمرتك نقول لك ديما ولك الراجل ارى كلك يعرف قياس بالرادو الراجل راتي يعرف الزوجة ديالو امتكت كل قضية عندها مقص حو بغا تهضر فملي تكون عندك الزوجة مقص حو بغا تهضر في ذيك اللحظة ارى الجزيرة الى وقع لك مشكل ارى مغا تديش خبر عاجل فلانطار اليه المشكلة جيوعه ونوم ارى ما تعقلش علك تفيت الفازة ونوض ودير رجلك تحت منك فوق السداري ودور عندها الرادار ديالك دوره كله عند المرأة اقول لا خير ان شاء الله مرحبا انت لي اليوم شو اي مغيره ورى هذا كذا وكذا اه 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 شوف الحمد الله من الي تتجوج حنوياك وخطفتك من عندهم وكو بقىو برزطول كفية واتزيني بقي تبرزطوا ما الليون اتزيني من بذور ملدور ش تبرزيتها اش بغاج بغى بنراد يالاتاي بغيتي اتاي اه لا لا واش بغيتي اتاي اه ونوضي عمره الله يرضيعلك هاها ها ونضحك انا ويا ونركشبه صافيوداس مجبتي لها مشاكيل موالو غير حسستها باللي هدك السيد اللي بالنسبة لها هو العالم كله ديالها اراه في ذلك اللحظة اعطاها وقتها وتصنط لها هاد شي اللي بغت منك المرأة اراه التركيبة ديال المرأة ابسط مما يتخيله الناس يسيرة تركيبة يسيرة جدا وكو كانت التركيبة ديالها شوية معقدة في حال الرجل لجعل الله عز وجل لها القوامة كما جعلها للرجل فانتا كتاخد النقص العاطفي لكيكون نقص عن الرجال كتاخد بكمالة ديالهم المرأة حيث ما عندهم العاطفة الزيدة وهي مبادئ القيادة ديال البيت عندها نقصة حيث العاطفة كتغلبها فتتاخد منك انتا النقص لعندها من مبادئ القيادة في البيت وهكذا يتكامل الليل والنهار ويتكامل الذكر والانثى هدو هم الأعمدة اللي تتقوم عليهم التآلف ديال المودة من بعد من الإنسان الشيبالي تيكبر والشيبالية تتكبر والظهر تيبدأ يقصح نحن ما كان لا رياضة ولا يحزن والله يغفر لنا والوليدات الفريخات تبارك الله خرجوا من العش كل واحد مشاهد العش دياله زعمك تضن بالوليداتك هم اللي غيجي عندك تعكز عليهم باش يدوك الحمام والله لا أقل عليك حد إلا من رحمه ربك وقليل ماهم شكل يتتلقى في جنابك داروا لك الله عز وجل تتلقى هاديك شوي بنية اللي ضربت معاك هذك الوقت أو لا شوي بنية هي اللي طحت ألا تتلقى هاديك شوي بنية هو اللي تيبقى معها ذاك شي لاش قالك الله عز وجل وجعل بينكم مودة هي اللي كتكون في الفورة ديال الشباب ومن بعد مني الأمور كي يجي الفقر يقدر يجي المرض يقدر يجي الشيخوخة ما كيناش لما ودها على الأقل تيبقى البيت داخل تحت مظلة الرحمة هذي دوين على سبب من الأسباب اللي نقدرون ووقفوا بها لمؤسسة الزواج أما الأسباب كثيرة والموانع ضد هاد المسألة هادي كثيرة أرى مسلسل واحد يفرتكلك الرحمة كلها مسلسل واحد والله يتيه فرتكلك الرحمة كلها يصيب طلم حكامة